سعيدنا ويشرفنا يعني تواجد معنا في مقر موقع على قورة. هناك محرسة مرمى النادي الاهلي كابتن محمد ابراهيم. احد عناصر الفريق وانو حاصل على الربعية. اهلا وسلم لكابتن محمد. اهلا بحضرتك واهلا بكم. مبسوط ان انا موجود معاكم النهاردة. نبدأ كده ايه نرجع اخي يعني انا نتكلم من دورة خالص يعني مش هنبدأ على الموسم استعادة. هنرجع دورة شوية. كابتن محمد ابراهيم والدك كان لعب كرة قدم في نادي المعاريني. برغم كده انت بدأت لعب كرة يد. كان في القوة ليك قلت انت دخلت اليد يعني عن طريق الصفة لو بتلعب سباحة في الترسانة وبعدها في المدرسة عندك. الصفة لعبت دور معا كابتن محمد ابراهيم في كرة اليد. قبل يدخلك لليد. افكرتش مسلا تلعب كرة القوة بالنية يعني في رقم واحد بالنسبة للناشئين كلهم كرة القدم رقم واحد. ايه اللي خلات بزيزا تختار اليد. فهو الموضوع زي ما انت قلت واجيب الصدفة. هو بداية انا كنت بالعب سباحة. دي اول حاجة. كنت بالعب في نادي الترسانة سباحة. اه والدي كان حاول ان هو يخليني اه يجد لفرصة انا ممكن نلعب كرة بس كحارس مرمى. فانا مكنتش حابب ان انا العب كرة كحارس مرمى. تعاوز تلعب مركزين? اه يعني انا قلت خلاص انا لو هلعب كرة هلعب بقى كرة عادي ممكن هلعب بقى مدافع هلعب اه اي حاجة يعني. مو اجم ام لعب كرة وخلاص لو هلعب بس حارس مرمى لأ. فطبعا انقدر في الاخر لفه لي وجاب لي حارس مرمى عند بول بس مش مشكلة. سؤال موضوع ايه بالصدفة ان هما كان عندنا في المدرسة في ابتداء ايه? كان في مدربين بتيجي في الوقت ده كان منتشر في المدرسة المدربين الالعاب المختلفة يعني بتروح تختار اللعبة طوال مسلا من كل فصل او كده في المدرسة. انه عم يلعبوا بسكت بقى فولي هند بول وكده. فانا المدرب جيه يختارني من المدرسة انا وكذا واحد من الفصل. على اساس ان انا اروح عالعب في مكان اسمه مركز شبان المسلمين. ده موجود فرمسيس كده. فانا اصلا ممكن تشعرف ان اراح عالعب هند بول يعني اما اجيه اختارني انا فاكر ان اراح بسكت. فخلاص بقى جبت كرة بسكت عملت مرة بقى في البيت انا العب بسكت معني ما بحبقاش قوي يعني. بس رحت لقيت ان ايه هند بول والدتي كانت معي. فقالت له احنا عضاء في نادي الترسانة وكده ولو هو يبقى فيه فرصة ان هو يلعب هناك يبقى احسن وكده. فبالصدفة المدرب ده اصلا كان بمر ان الفريق بتعسقني في الترسانة. فهي بقى الموضوع جات من هنا يعني الموضوع ان انا العب اصلا هند بول بالصدفة. وان انا العب كمان ابدأ في نادي الترسانة النادي اصلا انا كنت مشترك فيه اصلا كده كده يعني. طيب انت روحت عملت اختبارات اه في المقاولين مسلا كورة قدم ولا? لأ العملت اختبارات في الترسانة كورة قدم برضو. ما نجحتش فيها فالقدر بقى وداني في حتة تانية يعني الحمد لله. بدايتك كانت مركز باكليفت في كورة اليد. وبعد كده انتقلت المركز حراسة المارب. ما فكرتش مسلا انت لأ انا عاوز اكمل باكليفت وخلاصه من. كان نفسي والله. مركز الحراسة ده برضو فيه ضغط شوية. لأ وانا كنت اصلا كنت داخل لسه بتعلم. اعدت حوالي تلات شهور في الاول بلعب لعيب وكده وباكليفت. كان في الوقت ده كانت صدفة برضو ان كان فيه مسلا كان فيه انلعب تأسيمة وكده وما فيش ولا حارس مرمو من الفرقة جيه في اليوم ده. فانا كنت اجدد واحد في الفرقة. وكنت اطول واحد في الفرقة. فقالولي خلاص اقف جون. وانا لسه بتعلم كده كده يعني. فكنش لسه في الفرقة الاساسية يعني. قالولي اقف جون وكده. فوقفت جون. لات تلك كور خوطوا في جسم بعمل كده. خلاص صددت تلك كور. وتقريبا قالولي بس انتها تبقى خلاص جون بعد كده. والدتي بقى كلمت الكبات ان كان معي اتنين كبات بيمرانوني قالولها لأ هو سرعة رد فعله وكويسة واسمع الكلام والله وهو يبقى حارس مرمو كويس وكده. وابتليت بقى اطمرا حارس مرمو. بس لو الزمن رجع بقى تالي. بلقى كنت هكمل العيب عندي. يعني رزم نيجي بيت تاني وقلت هتكمل بقى. اه قلت هكمل لأسباب كتير يا قد. ايه بقى مجهز يعني لأسباب اللي خلاله وكده. هو اول حاجة غير ان هو يعني الموضوع ضغوطات اكتر في حراسة المرمو كده يعني بس ما عنديش مشكلة مع ضغوطات والمسئولية والحاجات دي. بس اه بحس ان اللعيب الخط الخلفي عن مثل الباكات وكده مستقبلهم المادي بيكون مشرك اكتر. اللي هو بالذات مثلا لو في اعراض او البطولات في الخليج والحاجات دي بيروحوها بمطلوبين اكتر من اي مركز تاني يعني. جالك عقد احتراف في الدورة تشيك. في الوقت ده كان في عندك عضو احتراف تانية? انا كان جالي في الوقت ده كزا حاجة بس بالدوريات بالنسبة لي ما كانتش احسن حاجة. يعني دوري التركي مسلا كان فرقة في مكدونيا بس فرقة مش احسن حاجة. اه دورة تشيك دي الفرقة جات لي كانت حاولي الخامس او السادس في تشيك. فبالنسبة لي شفت ان اي ممكن تبقى خصوصا ان انا ساعتا كنت لعب في المعادي. فبالنسبة لي دي نقلة كبيرة. ان انا اكون اصلا مش في المنتخب. اكون برا الاهلي والزمالك. ويجي لي فرصة ان انا لعب في اوروبا. فبالنسبة لي دي حاجة كانت كبيرة يعني. وكانت خطوة مهمة جدا في حياتي يعني. فعلى اخترت العرض ده كان انسب لي المستوى اللعب نفسه. كان العروض اللي جايها لي المستوى ما كانش احسن حاجة يعني. يعني لمفترة الاعتراف بسته الشهور بس. ليه ما كملتش في الدورة تشيكي وتاخده بقى كعب قوابة ان انت تكمل تروح دوري فرنسي الماني اسباني. اخو انا كان المفروض رائح من اول الموسم بس انا لما روحت حصل لاصابة. فعملت عملية في ظهري وكده. وقعدت النص الاولين الموسم ما بلعبش وكملت معهم النص التاني. وعملت معهم مطشط كويسة جدا. انا كنت في الدور التاني بس. كنت تاني اعلى حرس في عدد التصديات في الدوري. وكان كزا مرة كانوا بيختاروني احسن لعب في الاسبوع وكده. انا بعد التشيك جالي عروض. كان جالي فرنسا بس درجة تانية. وكان جالي برضو عرض اه كان من سلوفينيا تقريبا. بس انا بالنسبة لي حسيت ان الاهلي لما جالي عرض الاهلي يا دي خطوة القدام مش خطوة الورى. يعني انا بالنسبة لي خطوة احسن من العروض اللي جات لي. لان انا في الاهلي هاحتكي احتكاكات اه اكبر. ممكن كنت انا من تارجت يعني الحمد لله برضو ده حصل بعد كده ان انا هلعب كسا عامل اندية مع الاهلي. والعب قدام فرق جامدة فممكن ده اتشاف اكتر هلعب بطولات واكسب بطولات مع الاهلي. فلو حصل نصيب وجالي في عرض احترام بقى كده في مكان كويس عن طريق النادي. اعطاك ان انا من نادي الاهلي هروح مستوى كبير. انا خارج من نادي كبير فهروح نادي في مستوى كويس. غير لما كنت مسلا من التشيك افضل هتنطط في اندية. وسط وسط ومسلا هتقدم بس خطوات بطيئة. مع الاهلي اعتقد ان الموضوع يعني بالنسبة لي كان احسن احتيار ساعتين. يعني انت شايف ان هو طب وقت عرض النادي الاهلي. جالك في اي عروض محلية في الدورة المصر وقتها? طبعا على الاصل تقريبا ما زمان دي الدورة كلمتني بعد ما خلصت هناك. بس انا من نسبة لي النادي ده كان يعني تحلم حياتي يعني منواني صغير وحلم اهلي وكده ان انا نفسي العب في النادي الاهلي. انا اول ما جاج 기عي اعرض لاهلي انا ما افكرتش. يعني ده حلم حياتي بقى بيتحقق خلاص يعني. كلموني من غير اي حاجة انا خلاص انا موجود في النادي الاهلي يعني. ايه اصعب موقف حصل لك في التشيك? اول ما وسوت هنا ايه? اصعب موقف موقف الاصابة اللي حصلت لي. ان انا عشت عشت تلتة اسابيع عشت فترة صعبة جدا كان عندي اصابة في ظهري مأسرة على رجلي وكده ما كنتش باتحرك. فتعريبا انا لسه رايح بلات جديدة. يعني صباح حصلت لي اول ما اروح. بلات جديدة معرفش في اي حاجة. انا نام على السرير تلتة اسابيع. مش عارف بقى اتخرك ولا عارف اي حاجة وقعد لواحدي بقى خالص. فلا كانت كانت فترة كانت فترة صعبة علي جدا يعني الحمد لله يعني عدت. الحمد لله. قلت بلات جديد ان الكابتن مجدا والمجد وحسين زاكي من الناس اللي بتعود رعيهم قبل اي اخطوا. ما فكروش يتكلموا معاك على ان انت تلعب للزمالك خصويا في الوقت ده ان اما كانوا بيدربوا المعادي واما من اساطير الزمالك. حصلش بينك وبينهم كلام قبل تاني انت تروح الزمالك ده لما تروحت شي تروح الزمالك. لا هو يعني في الفترة اللي كابتن مجد كان مسك فيها المعادي كان كابتن حسين مسك معاه الاول شوية بعد كده مشي وكابتن مجد كامل شوية قبل ما يمشي تاني. كان كابتن مجد على طول بيتكلم معايا وكده ان انت لازم تركز ان انت تلعب اهلي او زمالك وانت يعني تقدر وليك مستقبل ان انت تلعب في الاماكن دي وكده. يعني انا كابتن مجد عشان كان بمراني فقاية منتخبات النشئين والشباب كمان فقاليها علاقة بيه من زمان. فلما تكلمت معاه في الموضوع بتاع السفر وكده هو طبعا نرحب بالخطوة كابتن حسين كمان نرحب بالخطوة جدا. كان شايف ان هي خطوة كبيرة جدا لها. انا بستشير كزا حد كمان يعني فيه مضربين ات عملت معاهم علاقة بهم كويسة. بحب اخد رأيهم يعني في الحاجات دي. فمعظم الناس كانت شافين ايدي خطوة كويسة جدا لها. ونس الناس يعني معظم برضو شافوا ان خطوة الاهل دي ده احسن اختار انا اختارته. يعني بالنسبة لي انا بالنسبة لي اصلا طبعا كان نفس الخطوة دي التمئ من بدري. وبالنسبة له هم هم شافين ان دي خطوة برضو كويسة لان انا هلعب على مستوى علي هنا. هبقى متشاف للمنتخب هبقى متشاف الفرق تانية كبيرة لو لا عايزة سافر او كده. فده كان بالنسبة لي يعني هم قيدوني يعني في قرار يعني الحمد لله. طب لو جالك عارض احتراف. ايه الدور اللي نفسك تلعب فيه? طب عايز في نيدة معينة تحنا عاوز تلعب فيه? انا بالنسبة لي اوجالي مسلا عارض احتراف عن طريق النادي طبعا. اه على المستوى اللي انا اروح العب فيه كل مستوى كبير شوية. مسلا الدور الالماني. ده مستوى كبير جدا. اه الدور الفرنسي والاسباني اندية برضو معينة فيه مش كلها. بس الدور الفرنسي برضو قوي وفيه اندية كتير كويسة جدا. الدور الاسباني فيه بعض الاندية. يعني اعتقد ان دي اكتر تلات دوريات اه دلوقتي يعني اي حد ممكن يكون عايز يروح يلعب فيها وكده. فبالنسبة لي لو جاني حاجة مسلا. طبعا النادي هو اللي يعني انا كده كده عادي عقد مع النادي وانا مبسوط في النادي كده كده فقا يعني ما فكرتش في الموضوع ده حاليا دلوقتي يعني طلبها لو في حاجة بقى حاجة كبيرة يعني ما تطرفتش. يبقى لازم النادي هو اللي يوافق الاول ونشوف بعدها يعني. كده كده النادي يعني ما برفضش نطلع على الطيار والناس قبل كده. اه بس انا كنت المفروض هامشي في يناير اللي فاتة كان جايلي عرض في السويسرة بس انا كنت هامشي الاسباب شخصية كده ست الشهور بس اعرى وارجع تاني بس هو النادي رفض ساعتها ان انا امشي وكده وقال له لا يعني احنا تلعب مهمة في الفرقة واحنا مش عايزين نفك الفرقة من نص الموسم وكده فالموضوع يعني ما ما اكملش الاخر. اول ما انضمت لي النادي يعني. مين اول حد استقابلك في النادي بقى. وايه كواليس اول لقاء ليك مع ومع اللي صرت مدربة الحراضي. انا اول حد استقابلني كان كابتن ياسر لبيد رئيس الجهاز هو كان ساعتها اول حد كلمني في تلفون كابتن احمد سالم كان هو مساعد المدير الفني الاسباني في الوقت ده كان داني جوردو. كان كابتن احمد سالم هو المساعد معاه فهو اول واحد كلمني في التلفون وقال لي تحب تيجي وتعال طرق كدش ده انا اتمنى طبع انضح حياتي يعني ده انا من غير اي حاجة انا موجود معاكم. فاحدد لي معادي بعد كده مع كابتن ياسر لبيد رحت قابلت كابتن ياسر. وقال لي شوف انت عايز ايه واحنا سمعين انت حد كويس وكده اخلاقيا كمان ودي حاجة مهمة للنادي الاهلي غير فنيا طبعا. قلتنا انا ما ليش اي طلبات انا بالنسبة لي ده حلم ان انا تكون موجود في النادي الاهلي وتشوف اللي حضرتك عايزه انا معاك فيه. بعد كده بعدت مع كابتن خالد العاضي ومضيت طبع الموضوع بالزبط خلص اول ما رجعت من السفر الموضوع خلص في تلات ايام يعني ما اضولش خالص. طبعا اه كان جيت انت مع مستر داني. فهو ما تكملش ومشي بعد كده. وجي مستر ديفيد ديفيد في شهر يناير. في الزبط. اول كواليس بقى اللي كنت معهم متحديدا اه يعني ديفيد ديفيد علي مع لعباتها والحوار اللي دار بينك وبين بصفته مداربة حراسة. اه اول اللي كان بيننا طبعا كان ديفيد عمل لنا اجتماع فانا بنسلم عليه كده في اول لقاء اول تعامل بيني وبينه النوع باركلي على عشان انا كنت في كاس عامل الاندية في عشرين تلاتة وعشرين. اه اه عشرين اتنين وعشرين. اللي هو في الصادية. وانا كان مع بين فيه اه والزبط كان في ماتش انا لعبت قدام كيلسي. كيلسي عطار فرق كبيرة جدا في اوروبا يعني. ماتش ده الحمد لله لعبته بشكل كويس. فده اقول ان طبع ديفيد وفينيو غتوا عني. او وفينيو عارفني كده كده من قبل يوم كانوا بيشوفوني وفينيو كان بيشوفني في تمارين ساعات مع المعادي وماتشات عشان احنا كنا بنتمرن في المركز الوليمبي بعد المنتخب على طول. فديفيد باركليو كده على ادائي في ماتش كيلسي وبعد كده قعد مع الفرقة. حطلنا القصص ان احنا هنمشي عليها. وابتدى معنا شغل كبير جدا في تغيير في حاجات كتير دي ممكن نتكلم عليها باستفادة يعني بعدين. اه كان اجتماع يعني وكده ونزلنا منه على التمرين على طول. اول بقى تعامل بينيو بين فينيو. كان قاعد معي اتكلم معي في اجتماع بقى انا وهو عشان هو قريدي كان حمايد وطاها هو عارفهم كان في منتخب الناشئين كان صعب بيشرف على تمرينهم. انا ما كانش مراني قبل كده فقاعد معي في اجتماع. بيتكلم معي بيسأني اسئلة معينة بيفهم السمات الشخصية بتاعتي بيفهم دماغي عاملة ازاي. بيسأني انت شايف ايه نقطة الضعف اللي فيك وايه نقطة القوة. فهو كان عايز يفهم تكويني عمتن الفني وشخصيا عامل ازاي عشان يبدأ اشتغل معايا. والحمد لله ان انا ربنا كرمني ان انا كان ليا فرصة ان انا بصراحة اطلرها مع ديفيد وفينيو يعني. اول مشاركة لك بقى مع الف كسم عند ايه. انطباعك بقى مع اول مغرب كان شايف الموجة هتعمل ازاي? كان فيه توطر حلق اه شد عصبيريا قبل المباراة. لا بص كاس عامل ان دي احنا ما بنروح اما كرم ما روحنا في السعادية السنتين اللي فاتوا احنا بنبقى مبسطين جدا بجمهور الاهلي. يعني هو ده بيخليك بيقلب التوطر لجواك لحمس وروح كبيرة جدا. فاحنا حتة التوطر دي ما كانش موجودة او بسبب الجمهور. جمهور كان بيقفل الصلاة ساعتها. فاول مشاركة اللي هي كانت اول ماتش لعبته كان ضد فريق سعود اسمه مادر. اه الحمد لله برضو لعبته فيه كويس بس مش احسن حاجة. وبعد كان لعبته اخر ماتش قدام كيلسي. ده بالنسبة لي كان بداية مع النادي الاهلي كويسة جدا. بان كيلسي اعتبر كان مصلف من اربع اندية في العالم. وفيه لعب نجوم يعني على مستوى العالم. فان انا هلعب قدامهم بشكل كويس. دي كانت حاجة كبيرة جدا. اديتني ثقة. والحمد لله في ماتش برشلونة بقى كاس عامل اندية التاني يعني الموضوع ده زاد معايا اكتر بكتير يعني الحمد لله. اناقول كده ماس ايه تخيل لو انت مدير فني في الاهل. والاهل يقلب معك ميزانية مفتوح. وهتروح تلعب في كاس عام اندية. ايه المراكز او هاوس تقول مراكز او لعبه اربع لعبه تفاقد معهم قبل كاس عامل دية. عشان يساعدوا فريد ان هو يوصل فينا. اللعبه مصريين ولا مصريين؟ اتنين بقى فيه اتنين بره اتنين اجانب واتنين مصريين. طمام. يعني اللعبه الاتنين المصريين اه ممكن اه علي زين. ووحي خالد او وحي الدرع مسلا ووحي خالد. يعني حد منهم هم التلاتة الاتنين. العالميين بقى يعني انا هو حارس مرمى بس انا نفسي يكون معي عادي ما عنديش مشكلة لندين. طيب ده بس الاعلى اصلاع بعشقه يعني بحبه جدا. فاول لو جيه انا حارس مرمى انا بمشيب عندي مشكلة عادي ما فيش مشكلة. اللعب التاني اللي اه بحبه هو هانسن. اه يعني اه بحبه جدا يعني. دول اللي ممكن لو انا مدير فني لو جبتوب خلاص انا مش عايز حاجة تانية. خطت بطولة. خطمنا قبل ما سايفر خلاص. اه الاقلي يعني كاسا عندي الاقلي بقى محتاج ايه? عشان يقدر ينافس برشلونة وفزبرم وسان جرمين في كاسا عندي ايه? بص يعني خلينا نلطفك ان المستوى بتاع اوروبا يعني احنا في مستويات في اوروبا نقدر نلعب معها ونقدر نكسبها. في مستوى تاني في اوروبا لا ده ريفل تاني خالص. يعني احنا مش عايزين هو نقول نعشم مسلا نفسينا اقول الناس اه احنا ممكن نكسب الناس دي ناخد مداليا وبتاع. هو كده كده الاهلي بيخش اي بطولة هو مركز نوي يكسب اي ان كم من المنافس. بس فيه في رؤات طبعا غصب عنك امكانيات فنية ومادية او حاجات كتير جدا. مع الاندية دي يعني زي بالزبط مسلا في الكرة لما الاهلي مسلا هو اللعب ريال مدريد. هو الاهلي ممكن يعمل مطش كويس جدا. بس انت عارف ان ريال مدريد هو لا اقدر ان هو يكسب يعني عنده القدرة اكتر ان هو يقدر يكسب. نفس النزام عندنا. هو فيه مستويات لا انت عارف ان الفرقة دي عندها تعريبا منتخب عالم. الفرقة دي بتبقى منتخب عالم من كل منتخبات العالم باحسن لعيبة يعني. فانت ان انت تعمل اصلا مطش قدامهم كويس. زي مسلا مطش برشلونة اللي احنا عملناها لكاس عامل الاندية اللي فات. فدي حاجة بتبقى كويسة ليك. ويعني المفاجأة اللي احنا عملناها قدام بنفيكا. مسهل اي فريق اه عربي اصلا مش مصر بس اي فريق عربي وافريقي ان هو يكررها. بنفيكا وقتها تمام كان باتل. كان بادر كاس تحد اوروبي. فدي كانت حاجة مفاجأة طبعا. فلكن المستويات اللي انا نتكلم فيها برشلونة وبريس والحاجات دي. لأ طبعا مستويات عالية. يعني احنا احتكاكنا معاهم. احنا بنتعلم كمان الناس دي في وسط اللعب كمان. الموسم ده لقى لي حقق فيه ربعية. الدوري وصبر افريقي وصبر مصري وطولة الفريق اللي عندها بتاقي الدور. شايف ايه اسباب ان اجاح الفريق الموسم ده? اه من اهم الاسباب اللي انا شايفها فرقة اه الموسم ده وجود ديفيد اه معنا ان هو ضاير شخصية الفرقة. الفرقة بقى ليها شخصية. الفرقة بقت تعرف تكسب حتى لو هي مش موفقة فنيا. عقلية الفرقة تغيرت تماما. يعني عقلية انت بقت عقلية تفوزه بس. وعقلية تسيطرة ان انت لا انت بتفوز انت عايز تكسب تاني عايز تكسب تاني عايز تسيطر خلاص على كل حاجة. ازاي شخصيتك بقى كوي ان انت وانت ممكن مغلوب من الزمالك اربعة خمسة ازاي تقدر في المطش ترجع وتكسب. ده ما كانش بتده كان بيحصل العكس. الاول مسلا الاهلي كان هو اللي بيبقى فارق. تلاقي الزمالك والناس كلها عارفة ان الزمالك يرجع في المطش وهيكسب. لأ دلوقتي بقى العكس. دي شخصية زرعت فينا ديفت زراعها فينا بصراحة من الحاجات اللي فارعت معنا جدا. بجانب الفني طبعا وتأثيره معنا. لكن من اهم بالنسبة لنا الموضوع الشخصية والعقلية اللي تغيرت ده متعلي ده اكتر حاجة فارعت معنا الموسيم ده. مباراة الصباح افريقي هنقول الكريزة بتاعة الموسة انت بتكسبها عشان تلعب تسعة من ده. المباراة لحد اخر ثانية مش معروف مين افوز بيها. محمد ابراهيم كان حالة السياسة بتاع الالي في المباراة ده. جالت احساس في اي وقت في المباراة ان احنا ممكن نخسر مباراة وتتخطف مننا? اه لا يعني احنا كن عندنا يقين ان احنا نكسب المطش. يعني يعني احنا كنا منزلين محضرين المطش كويس جدا. احنا بالنسبة لنا تكلمنا سواء جهاز مع العيبة او العيبة مع بعضيها. ان المطش ده ما ينفعش نخسره. يعني. المطش ده لازم نموت نفسينا عليه ده بالنسبة لنا حقيقة وموت. المطش ده المطش ده اللي كاس عامل انديا. المطش ده انت لو كسبته. اه يعني هتبقى نفسيا كمان ركب على الزبالك منافس مباشر لك. والزبالك كان مدعم كمان البطولة دي كان كايب كزا لعيب تدعيم خارجي ودخلي. احنا ما كناش مدعمين غير حماسة. اه فلا يعني بالنسبة لنا احنا كان عندنا سيقا اما اتكلمنا مع بعض ان احنا لا ان شاء الله احنا هننزل هنكسب. والحمد لله يعني ده اللي حصل يعني حتى في فوسط المطش لو احنا مثلا خسرين او متعدلين او كده. لا احنا عندنا سيقا ان احنا هنقدر نكسب المطش ده في نهايته. مبارات التراجي. دي ايه طبعا يعني واحدة من اسوى مبارات الالي في الموسي. بشايف ايه اسباب بالخسر. علي الفريد ما كانش داخل مستعدة المبارات قويس. ولا اعطاك المطش التراجي بقى العكس خالص اللي حصل في مطش ازا بالك. احنا تحضرنا للمطش محضرناش بالشكل الكافي لفرقة زي التراجي. فرقة كبيرة طبعا وبقاها مدرب كبير كابتن باسم السبكي. مصري وعمل معه من نجاحات اه كبيرة. اه ما جهزناش للمطش ده احسن حاجة. كان ممكن نجهز اكتر من كده. وكان ممكن كمان نجهز عقليا اكتر من كده وتركيز اه في المطش والتحضير للمطش. تحضير نفسي وتحضير فني وكل حاجة. اعتقد ان ده الغلطة اللي احنا عملناها. ودي يعني حاجة موضوع ان انت بطولتين بتلحمهم في بعض ده سعب بيبقى ليه جانب ايجابي وجانب سالبي. يعني احنا كسبنا الصبر الافريقي. طبعا انت اي بطولة بتكسبها بتوصل للبيك فيها. بعد كده كيرفي بينزل شوية وتعلى تاني. فان ده يحصل لبطولتين لازقين في بعض تاني يوم على طول بتبدأ بطولة تانية. فالموضوع يعني الموضوع ما بقاش احسن حاجة. فاحنا المفروغ كنا نجهز المطش احسن من كده ونجهز نفسيا كمان احسن من كده. اغلب طولة حعالي فريق اهلي الموسم. اغلب طولة حعالي فريق اهلي السنية. الصور ولا الدوري? الصور الافريقي. بالنسبة للصور الافريقي كانت بطولة يعني يا بالنسبة من اسعد لحظات حياتي. يعني احطت لعب صور افريقيا ولعبت في الدوري. بس بالنسبة لي فرحة السوبر كان لها طعم مختلف. اه بطولة مؤهلة الكاسقية. طبعا طولة الدوري دي اهم بطولها في الموسم. بس السوبر الافريقي ده اه كان عليه كلام كثير. اه التدعمات ان الزماريك لو كسب هيرجع يبدأ تاني يعمل سيطرة وبتاع. فاحنا لا الموضوع ده فرق معنا جدا وفرق معنا نفسيا. فبالنسبة لي بصراحة السوبر الافريقي. كان اسعد يعني من اسعد لحظات حياتي يعني. نروح للدوري. فاينال الدوري الاعلي كسب مؤولا في الموارات التانية خسارة. يفيه موارات فاصلة. ديفيد ديفيز تحديدا قال لكم ايه بعد نهاية الموارات التانية. اه ديفيد من قبل قصة ما نبدأ قال لنا احنا عملوا حسابكم ان احنا نلعب تلات مطشات. محدش يحط في دماغه ان احنا يلا مطشين هنكسبه ونخلص الدوري. لا انتو بتلعبوا فرقة كبيرة وفرقة عندها لعبة كويسة. فانتو عملوا حسابكم ان احنا ممكن نكمل لحد تلات مطشات. فبعد المطش التاني لما خسرناه هو كلم معنا كلم معنا بيدو لاني مفيش وقت اصلا ان انت تعمل حاجة وكان خلص يومين وتلعب المطش التالت. قال لنا ما فيش مشكلة خالص. احنا دلوقتي واحد واحد. زي ما هم عندهم فرصة. دي فرصة لنا. احنا لسه عندنا فرصة ان احنا نكسب الدوري. هنكمل زي ما احنا. ما فيش اي مشكلة. وتعمل معنا نفسيا بشكل كويس جدا. هيئنا نفسيا. ما ببقاش في وقت ان انت تتمرن. طبعا انت قريدي خلاص انت تواصل لمرحلة في البيج بتاعك في اخر الموسم ومتمره وكويس. وكان كل تحضير وتحضير نفسي. فهو هيئنا نفسيا بصراحة كويس جدا. وتعمل معنا نفسيا بشكل كويس. خلانا نزلين المطش التالت من الارتحين. وعندنا سرقة ان احنا نكسب. الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب اخر مطش. بين الشوتين مورال فاصلة. انت وحميز الحراس. قال لكم ايه بقى قبل الشوت التاني اللي هو اهم تلاتين ديئة في الموسم. الوسط هو ومن نوع القوة ما بتكلمش كتير في وسط المطش. هو ماشي بمدرسة يعني كمال مدرسة ده مكتنع بيها. انت كده قصت المطش مش هتقدر تغير حاجة انت بتعملها غلط حاليا. يعني انت تركيزك اصلا بيبقى في المطش في حاجات تانية وبتاع. فان انت تحكس في اخطاقك اللي انت عملتها مش مش هتعرف تعملها. وفي اوة كل اللي بيعمله بيحضر معك كويس قبل المطش. في المطش خلاص بيسيبك تلعب انت مش موفق هتغير وينزل الجون التاني موفق هتكمل عادي. فاوة بين الشوتين العبي اللي بيلعب كويس. ما فيش اي حاجة وبيجي بيقول له كويس بيكمل زي مانتا وبس وفيش اي حاجة وبيسيبك انت ترايح مع نفسك. تركز تاني واستعاد طاقطك من تاني وبتبدأ الشوت التاني. لو انت مش موفق وكده بعد الشوت الاول بيقول لك فلان هتغير وكده وينزل للحارس التاني وما بتكلمش معك في حاجة في يوم المطش. نتكلم في تاني تمرينة بعد المطش لو في اي اخطاء او اي حاجة. فده اللي حصل في مطش الدور الاخير. بين الشوتين جي قال لي نكمل زي مانتا وفيش حاجة ووركز ايه ده كده وخناه وكمل الشوت التاني زي مانتا. بس. على كلامك ان فينيو لزرت هادي طول الوقت. حصل مرة موقف في المطش او في مطش ان هو اتعصب على اي حارس? اه 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 شخصية او على طول عنده ثقة كبيرة في نفسه وفي اللجوان اللي معاه وبيدي لهم الثقة دي من شخصيته. فهو على طول معظم الوقت ما هادي هو عارف ان اللجوان بتسمع كلمه وبتتعلم منه وما فيش مشكلة. فهو بيتعصب لما احنا بنكون مثلا ما اتفقين على حاجة. ان احنا حاجة معانا احنا ممكن نعملها في المطش والحاجة دي واضحة او ان هي لازم تتعمل. لما انت ما تعملهاش دي هو بيتعصب فيها. بس هو قليل لما بيتعصب بس هونا ما بيتعصب بيتعصب بيعمد يعني زي ديفد ديفد اه عصبيته برضو. بس يعني عصبيتك? اه لا 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 صعب صعب. ديفد اه ممكن عادي في عصبيتك كان فيه مطش في اسموح. انا مطش ده ما روحتوش معاهم. بس انا سمعت نواد اخللهم بين الشوطين. كان الاهلي تقريبا يا كسبانين واحد ايما كنا فريطنا كنا مغلوبين او متعدلين. فهو دخل بين الشوطين بكسر الباب برجله ورجله تعورت من الازاز. انا حتى في قوضة نادي اسموح عما روحت بعد كده لقيتهم مغايرين ومركبين حاجة في الباب كده مش زيز خلاص. بعشان ديفد لو جي تاني ما يكسرش. وفي الدوري برضو حسن مصطفى ما بتعصب بعد المطش اللي احنا وإحنا كسبانين. ديفد بيتعصب معظم الوقت وإحنا كسبانين مش وإحنا خاصانين. بنكسب. هو شايف ان احنا ممكن نكسب بنعمل اداء احسن من كده بكتير. بنكسب اكتر من كده بكتير. انت ممكن تبقى لعب وحش وكسبان فرق واحدة او اتنين. هو ممكن يتعصب علينا يبهدر الداري يعني. عشان هو عايز يزرع فينا حيثة ان انت طالما قادر ان انت تدوس على الفرق اللي قدامك وتكسب ان شاء الله فرق خمسين انت تعمل كده. لكن انت تبقى عندك المقدرة وتلعب بدلع واستغطار انا كده كده كسبان. هو بيرفض الحتة دي تماما. فبعد مطش الاولاني مطش الزمالك. لا عمل حاجات صعبة في له ده. طبعا واحد من افضل مدربين حراس. ايه اللي استفادة? اللي محمد براهيم استفادة منه عن مستوى الفني والشخصي. لا بصراحة حاجات كتير. انا بص انا اي مدرب اتمرنت معاه استفدت منه حاجات. سواء مدرب حراس او مدير فني. والمعظم مدربين او كلهم علاقة بهم كويسة جدا. بس فينيو بيشتغل بمدرسة مختلفة شوية. اللي هي المدرسة الاوروبية الحديثة. مش المدرسة القديمة اللي احنا مسلا فيه ناس ممكن تكون متعودة عليها. هو بيشتغل مع كل حارس على حسب الصفات الجسمانية بتاعة الحارس ده. فعشان كده هو فرق معاه بشكل كبير. هو عارف ان انا مسلا جسم كبير او طويل او كده. فهو بيشتغل معي الحاجات اللي تنفع مع جسمي. ففنيا طورني فيها جدا واستفدت منه بشكل كبير جدا. شخصيا ودي حاجة مهمة جدا. فرقة معايا بشكل شخصي ومع الحراس. انه بيتعامل ازاي بيخليك ان انت نازل واسق من نفسك. ازاي بيشيل الضغوط من عليك. لانهو بيقولك انت انزل اللعب. لعبتي كويس هتكمل. لعبتي وعيش مفيش مشكلة هتغير والحارس التانية ينزل. ولو اهو مش موفة انت هترجع تاني. فهو بيعرف يشيل الضغط معلك ازاي. بيعرف ازاي يخليك واسق من نفسك. عقليا ازاي تخلي عقلك يعني يجبر بمعنى اصحة في الرياضة. ازاي تتعامل مع المواقف والضغوط في الملعب. فبصراحة هو لا هو فرق معانا بشكل كبير جدا يعني شخصيا وفنيا بشكل كبير قوي. فرحيل دين الديمز كان مفاجر جمهور الاعلم. هل الفريق كان عنده علم من ديفيد هيمشي بعد نهاية الموشمد? ولا مفاجرته بخبر? مش كله. يعني كان في ناس عارفة بس عرفت قابليها مسلا من 3 ايامة واسبوع. يعني كنت انا وكاستين له تقريبا لان الوكيل بتاعي هو اللي قال لي. قبل ما ديفيد يمشي قبل ما الخبر ينتشر بحالي 3 ا4 ايام. من الوكيل كان بيتكلم معايا ان هو سامع ان ديفيد اه رايح اه دينامو وهم ما بيجي لهم اخبار زي دي بتبقى بنسبة كبيرة مؤكدة. فانا حتى لما قابلت وبعديها واتكلمت باعها وسألت عن الموضوع ده داحك وبتاع وقال لي لسه مش رسمي وفيه كلام. فابتدى الموضوع ينتشر فيها كزا حد ارى كان فيه بعض معاقع اجنبية كتبت عن الموضوع ده. بس هو موضوع خلص كله تقريبا في ثلاثة ايام يعني هو الموضوع ما كانش من بدري. كان بعد انهات الدور ما كانش من بدري. بحبة كمان يعني بكزا يوعى عشان بعد ما بنخلص الدور بنفضل نتمرن شوية لحد نص شهر ستة بنروح بنلعب كورة بنلعب بندخل الجيم كده. فهو بعد ما خلصنا الدور بحوالي عشر تيام مسلا الموضوع ظهر. فهو خلص بسرعة اصلا الموضوع. في ناس كتير طبعا اتفاجت. فيه لعبة قليلة كانت هي اللي عرفت موضوع قبلها كزا يوم يعني. ايه المدرسة الاجنبية اللي نفسك تضرب يعني تحب الاعلي يكمل مع مدرسة اسبانية ولا في مدرسة تانية تحب هي تضرب النادي ايه؟ هي المدرسة الاسبانية مناسبة الفترة للحلقة للكورة اليد المصري عبوما لان ما ادرب الآخر اتنين اجانب للاهلي كانوا اسبان. آخر تلات مدربين لي المنتخب كانوا اسبان. آآ نادي الزمالك في الفترة اللي مسكم فيه اخر تلات مدربين اجانب لي برضو اسباني اخر اتنين والحالي المدرد الفاني اللي جي جديد اسباني فاي اللعيبة متعودة ومعظم السيستم الاسباني كل مدربين شبه بعض بلعبه بسيستم واحد هم اليوم سيستم معين فاللعيبة خلاص هي متعود على السيستم ده ومتطبع عليه بشكل كبير وتعودت عليه فاكيد يعني لو حد اجنابي المدرسة الاسبانية ممكن تبقى مناسبة بس لو حصل وفي مدير فاني اجنابي مثلا مش باصل ايمسك ومدرسة مختلف على المدرسة الاسبانية انت فلاو في الاخر لعب محترف يعني وقارد ان انت اي مدرسة ممكن تتمرن معها فاكيد اللعبها هتتعود على السيستم الجديد يعني وفيش مشكلة مين مسأك الاعلى في المركز حارس تلمرمى عالميا عالميا نيكلاس لندين حارسة دينمورك طبعا انا بحبه جدا من انا صغير على طول بتفرج عليه وبتابعه وساعات بشوف تمارين وبتفرج على كل مطشاطه تقريبا مصريا بالنسبة لي كابتن حمد النقيب انا بحبه جدا اتمرنت معاه ما لعبت قدابه اسلم فهم ما كان بيلعب اه وتمرنت معاه فترة في المنتخب الاول ما كان كابتن مرار رجب مدير فني اتمرنت كان كابتن حمده مدارب الحراس اتمرنت معاه فانا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعالمستوى الفني هو مسأل اعلى ليه فنيا ان هو كمل حد بسن كبير ان هو اسطورة حراسة مصرية طبعا كانت نفس الوقت مع كابتن حمد الروبي بس حتى يعني انا فنينه وكده حصلنا قريب منه شوية يعني في بعض المحللين او المداربين عندهم موجة نظر ان لو انا معايا الحارس زعب الشطر اول كويس اقل الشطر التاني انزل زميله وقعد اللي كان متقلب في الشطر اول انزل زميله انت مع المدرسة دي ولا لأ او شايفها صح اه في حراست المرمى بالذات انا مش مع المدرسة دي لان طالما الحارس ماشي كويس الشطر الاول هو خلاص هو اخد ثقة والفرقة اللي قدامه قدامه عامل له حساب مش اي حاجة تدخل شطر او كده فهو ما نمقشي كويس خلاص هو يكمل ممكن اول عشر دقيق من الشطر التاني لو المدر بحس ان هو مش ماشي كويس جا الشطر الاول يبدأ يخلي الجون التاني يسخن ومش على طول دي في حاجات كتير برضا انا اتعلمتها من في الحاجات دي والتعامل للنفس والشخص مع الحراس ودي جزء منها اللي هو مش اول ما الجون هيبقى وحش انا اغيره على طول لا انا ممكن اخلي الجون التاني يقومي سخن اه لو الجون بتده يصد خلاص هيقعد والجون اللي موجود في الملعب يكمل اه هخليه ممكن مخليهش يسخن بس اقوله خليه جاهز بحس ان التاني مثلا لو جيف مطش مطش قزم وهو لا اخلاص مش معفق انا انا انزله على طول فاللي برا يبقى مستعد نفسيا بس خلاص طالما الحرس ماشي كويس الشوت الاولاني انا شايف ان الافضل ان هو يكمل الشوت التاني شايف انك تزلمت بعدم تعجدت مع المنتخب سواء في طولة افريقيا الاخيرة او في الولمبياد طبعا اي حد يتمنى اللي هو يكون مع المنتخب اه المركز الحراسة مختلف شوية عن اللعيبة لان العدد فيه بأولايل ومقدرش اقول ان انا تزلمت يعني الحراس اللي موجودين بصراحة يعني ناس كوبار كابتن كاريم ينداوي راجل يعني خبرة طبعا في حراسة المرمى وليه رصيد كبير في المنتخب محمد علي ماشي بشكل كويس جدا بقى له فترة ومع المنتخب كمان ماشي بشكل كويس هو جيلي كمان محمد علي والطيار طبعا بيلعب في اقوى دوري في العالم يعني وعلى طول برضو متواجد مع المنتخب فهو ان شاء الله لو يبقى لها فرصة ممكن ان شاء الله اتمنى يبقى لها فرصة مسلا بعد الولمبيات بس في الفترة دي انا طبعا باتمنى لهم التوفيق واتمنى ان هم اي حد فيهم يلعب طبعا يظهر بمستوى كويس كواليس حضورك نهاية فريقيا بين الاعلي والتراجل ده كان اول ماتش ليك اه تحضره وانت لعب في يد لالي ولا حضرته قبل كده لا لا حضرت ماتش اللي هو نهاية الوداد لسه انا اللي هو كان ماتش الزهاب اكنا لعبنا العودة في المنح ولعبنا الزهاب في الكهيرة لا حضرت الزهاب بس ليه اول مرة احضر بقى انا وقعت في المقصورة يعني قبل كده كنت معلمة كحرطين كنت مع الشيانين شاية كنت قبل ما اروح الاهلي اصلا خالص كنت بقى يتلقيني بقى في التلتأة في اي حتة بقى قاعدة اقول مرة في حياتي اروح بقى في المقصورة بس بالنسبة لي الاجواء برضو بتاعت المدرج نفسه بين المقصورة بصراحة بتبقى اجمد يعني مفتقد انت اجواء المدرج اه 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 او دلوقتي المدرج برضو والموضوع بقى مختلف عن زمان شوية فاتمنى ان كل حاجة ترجع زي زمان يعني موضوع جمهور الاهلي كان يعني تتعجعني لذكريات كده شوية يعني من انا صغير بس الموضوع لا يعني الموضوع زمان كان مختلف خالص عن دلوقتي ودلوقتي الناس بتحاول بس يعني اتمنى ان هي ترجع زي زمان بالضوابط اللي هي موجودة برضو دلوقتي يعني ايه اكتر موقف طريف حصل لك بقى في السفريات سواء بقى منتخب شعياء بناشئين في الموازكرات الخارجية او مع الاعلي لأ يعني بيبقى في اه مواقف كتير بتحصل بين لعبة لان انت قاعد اه اربعة وعشرين ساعة تقريبا نوشك وفش بعض يعني بس مش مع مش مواصول مع اللعبة المواصول اللي انت حسن رايح دولة غريبة اول مرة دورها فبيحصل لك مواصف بقى يعني الموقف اللي حصل لنا ان احنا كنا مع منتخب الناشئين سافرنا المانيا في وقت الكريسماس وكان اول مرة نسافر دولة فيها تلج فانت لو تشوفنا في السفريات دي كان ممكن يرحلونا احنا بقى كله خرج من الفندق عمالين بقى نجري وكله مسك التلج عمالين نحا تدفع على بعض واللعبة تزحلق بقى اللعبة رجعت اصلا بتعورة واليوم ده بقى حدش بقى فهم اي حاجة احنا اول مرة نشوف التلج في حياتنا فبالنسبة للسفرية دي كانت حاجة غريبة جدا يعني اول مرة نعيش الاجواء دي فاكننا انت واخد الناس ما يعرفوش اي حاجة في الدنيا موديهم بلد اجنبية فانتا يعني لو حكيت على حاجات كتير في السفرية دي هتبقى صعبة بس موضوع التلج ده لا نجري بقى اللعبة تجري من بعض بقى فوق جبل التلج ويزحلقوا بقى وتمسك التلج بقى تقعد ترمية على بعض من احناس بقى فانس يعني وينيو لزيرت؟ وينيو لزيرت؟ يعني تغيير جزري في شخصيتي ومستوى الفني كابتن فنيد العودي اه اقداري بدرجة ممتازة بصراحة وشايف انه هو فرق جدا وجوده في النشاط الرياضي في الناد الاهلي وحارس مرمى كمان فدي حاجة حلو يعني ديفيد ديفيس جزء كبير سبب كبير بعد ربي الله في نجحت الاهلي اللي موجودة حاليا في كورت الرياض جمهور الأعلي كل حاجة للناد الاهلي جمهور الأعلي هو كل حاجة للناد الاهلي هو رقم واحد في كل حاجة يا خوان بستور خبير يعني انخوان بستور هو الخبير اللي جاي بقى خلاص يعني كل المدربين الاسباني اللي يأخون قابلي متعلمين منه هو اللي معلمهم اصلا فهو ده بقى ده لفل الوحش في التدريب. مدرب موهوب. بالنسبة لي احسن مدربين المصيرين اللي موجودين من فترة. هو ممكن يكون حظه ووحش مع الزمالك شوية في الفترات اللي مسكها. بس هو بالنسبة لي من احسن مدربين الموجودين في مصر. كابتن حمد النقيب. اسطورة. اسطورة لا انت تكرر في حراسة المرمى في مصر. حسينزاك. حسينزاكي من انجح. من انجح ايبا المحترفين في تاريخ مصر. ومن اقوى اللعيبة في مركزه وفي تاريخ مصر. النادي الاهلي انشئ سنة كام. اولا 1907. مصطلحات كرة كده ونشوف انت عرفها ولا لا. اول واحد في السوكة. طبعا في السوكة دي اللي في المقصة يعني في التمانيات. تشميسة. تشميسة دي اللي هو اللعيب بيعدي الكرة من فوق واحد واخدها تاني. كوبري. كوبري طبعا كرة بين رجلين اللعيب. دي معروفة. بنينكا. بنينكا دي اللي هي في البنالتي لو حد داخل يشوت. وعملها تشيب بس كده في نص الجون يعني. رابونة. طبعا رابونة. دي اللي اللعين بيعمل الكرة عاجب. من ورا رجله كده زي السلية اللي عملها قبل كده اسست لمحمد شريف في واتش الزمالك. ومين سجل جوان منتخب مصر لكرة القدم في كاس العالم الفين وطمانتاشر. نو احنا جبنا جونين محمد صلاح هو اللي جابهم. وجون قضية افشة جيه في الديئة كام. طبعا في الديئة خمسة وتمانين. بوينت خمسة واربعين. طبعا ده حاجة لا تنسى. الاهلي خد في دريد كاس العالم الاندية لليد سنة كام الفين وسبعة في احتفال المقاوية. كانت البطولة بتتعامل في الاهلي. ولعبنا ريالس وستدات في النعاقي. وكان الاهلي خد في الضيئة. الاهلي معا كام بطولة دوري. 43 بطولة دوري. ان شاء الله السنة دي تبقى اربعة واربعين.